اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فإن الشهادة في سبيل الله مكانة عالية وغاية نبيلة سامية يصف الله عز وجل لها من يشاء من عباده حيث يقول عز وجل ويتخذ منكم شهداء ويقول سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل والشهيد الحق الذي مات في سبيل الله دفاعا عن أرضه أو عرضه أو ماله أو وطنه تغفر ذنوبه بأول قطرة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويشفع في سبعين من أهل بيته فصفقة الشهداء مع ربهم مضمونة حيث يقول الحق سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أي يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون الدم والريح ريح المسك وشهداء وإن فارقوا الحياة التي نعيشها فإنهم عند ربهم عز وجل أحياء يفرحون بعطائه ويستبشرون بفضله حيث يقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ويقول سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وللشهادة صور عديدة من أجلها وأعظمها الشهادة في سبيل الوطن فداء له وحماية لترابه ودفاع عن أهله اتغاء مرضات الله عز وجل حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحرب شرعت في الإسلام لرد الظلم والعدوان فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا فالإذن بالقتال ضيق ومحدود ومشروط حيث يقول الحق سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ويقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ويقول عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا بل إن الإسلام في الحرب التي هي رد للاعتداء قد نهى نهيا صريحا عن تخريب العامر وهدم البنيان وكان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يؤصون قادة جيوشهم أن لا يقطعوا شجرا وأن لا يحرقوا زرعا وأن لا يتعرضوا للزراع في مزارعهم ولا الرهبان في صوامعهم وأن لا يقتلوا مرأة ولا طفلا ولا شيخا فانيا ما داموا لم يشتركوا في القتال فما أحوجنا أن نكون في جانب السلام والبناء والتعمير لا جانب الاحتراب والتدمير فكل ما يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح الأديان وكل ما يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الأديان السماوية بل يتناقض مع كل الأخلاق والقيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية مما يتطلب منا جميعا العمل معا على ترصيخ وتأصيل كل معاني السلام والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار من أجل سعادة البشرية جمعا وتحقيق أمنها وسلامها اللهم احفظ بلادنا وبلاد العالمين من كل سوء وأدم علينا نعمتي الأمن والأمان